ما لا تقرره طاولات الحوار تحسمه صناديق الذخيرة لغة طبقتها ميليشيا الحوثي في اليمن بأكثر صورها تجليا حتى تعاقبت جولات المفاوضات وكانت آخرها في السويد تلك التي لا يبدو أن قراراتها ستجد لها مكانا على الأرض في محاولة لإنقاذ جهود رئيس فريق المراقبين الأمميين في الحديدة الجنرال باتريك كاميرت يبدأ المبعوث الأممي إلى اليمن مارتين جريفث جولة مكوكية تشمل صنعاء والرياض للتقريب بين الأطراف اليمنية بحسب بيان للأمم المتحدة وعن جدول زيارة المبعوث الأممي للصنعاء قال البيان إن جريفث سيلتقي قيادات بميليشيا الحوثي بالإضافة للجنرال باتريك كاميرت رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار وليزا جراندي منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بعد فشل لجنة إعادة الانتشار المشتركة بتحقيق أي إنجاز على الواقع نتيجة إصرار ميليشيا الحوثي على تثبيت سياسة الأمر الواقع في الحديدة والاستفادة من وقف إطلاق النار لتعزيز تواجد عناصرهم في المدينة سلسلة اللقاءات التي سبقت الجولة بين ممثلي الحكومة الشرعية والميليشيات لم تحرز أي تقدم يذكر مع تشبث الحوثيين بالمضي قدما في خطواتهم الأحادية وعدم الالتزام بالبرنامج الزمني لفريق المراقبين الأمميين المتضمن خطة شاملة لعادة انتشار القوات الحكومية وميليشيا الحوثي ما دفع الجنرال باتريك كاميرت لمغادرة الحديدة إلى صنعاء مراقبون للشأن اليمني قالوا إن موقف ميليشيا الحوثي لا يعد كونه مناورة جديدة لاستكمال مشهد الاستلام والتسليم في ميناء الحديدة حينها لم تخرج تلك الصفقة عن إطار ما يمكن وصفه بالابتزاز عندما حاول الحوثيون في الوقت بدل الضائع تعويض خسارة الموانئ بالاحتفاظ بتواجدهم العسكري في الحديدة جولة غريفث تهدف وفقا لمصادر دبلوماسية إلى الترتيب لعقد جولة جديدة من المشاورات بين الفرقاء اليمنيين أواخر كانون الثاني الجاري لاستكمال النقاش بشأن الجوانب الأكثر حساسية في الملف اليمنية ترجمة نانسي قنقر